رغم الوباء والكساد وشح الزبائن لا يتوقف ربيع عن سقل وتلميع قطعه الخشبية الفنية التي كساها النسيان والغبار ليعرضها أمام ورشته متعة بصرية للزائرين وجادبة لمشتر محتمل في هذه السوق في الرباط حيث توجد شتى أصناف الحرف والصناعات التقليدية أو القديمة خشبا أو نحاسا أو خزفا أو فضة بزارات سوق الرباط العطيقة في حلتها الجديدة بعد عمليات ترميم حكومية لطالما شكلت أحد أهم مزارات المدينة السياحية لكن أزمة كورونا شلت مفاصلها تجارها يقضون يومهم يتأملون ما يصفونها بحالة الهجر التام للمكان بسبب إيقاف حركة ستة ملايين مسافر في المغرب أزمة أفقدت قطاع السياحة ما يفوق سبعة مليارات دولار أنسية كنسح ونفط حتى يرحم الله أنا ثلاثة دراري جالسين عندهم مندرسة أولادهم لا سياحة داخلية لا سياحة الخارج والمكين تشي وقت يقولك تسرموا عليكم الناس وصلوا إلى واحد درجة اللي ما تصورش يعني المصارف ديال الأوصار بالنسبة للكار الدار إضافة إلى خطة إنعاش اقتصادي أطلقتها الحكومة المغربية لتعويد التجار والحرفيين المتدررين وقعت وزارة السياحة والصناعات التقليدية اتفاق شركة مع سبع منصات رقمية عالمية لتسويق المنتجات عبر شبكة الأنترنت وذلك كسرا لحصار اقتصادي فردته أزمة كورونا يشكل قطاع السياحة في المغرب حوالي 7% من الناتج الداخلي الخام هو يرتقب أن يستمر مسلسل خسائر الوظائف فيه إلى النصف بسبب الأزمة شارع القناصل المؤدي إلى قلعة الوداية الأثرية وسط العاصمة الرباط أحد أشهر معالم المدينة وحيث يوجد أكبر عدد من البزارات التي تستفيد عادة من انتعاش قطاع السياحة ملكها الآن يكابدون الكسد ويعانون الصمت والفراغ ولا يعرفون حلا لأزمتهم فاطمة بوغنبور الحرة الرباط